مهما توفر للإنسان من سبل الراحة والرفاهية لا يستغني عن مصاحبة الناس والأقرباء والأصدقاء فإنه مجبول على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين ولا يستطيع العيش وحيدا فطبيعة الإنسان السوي تميل إلى الألفة والصحبة إما أن يصاحب صالحا أو يصاحب سيئا فإذا اختار الصحبة الصالحة فسيكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى وإن اختار الصحبة السيئة فآفاتها وخطورتها عليه شديدة قال الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الصحبة أيها الأحبة لها أهمية كبيرة وأثر بالغ في تكوين الشخصية وتقويمها ولها دور بارز في إفساد الشخصية وعجاجها ولذا قالوا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت فلا نصحب إلا من ينهضنا حاله ويدلنا على الله مقاله وحاله ومن هنا يجب علينا أيها الأحبة اختيار الصاحب الصالح فكيف نكون الصحبة الصالحة ونجدها هذه مشكلة أيها المشاهدون مشكلة الواحد لا يدري كيف يكون الصحبة الصالحة أو حتى الكثير مننا لا يستطيع أو لا يعرف من أين يختار الأصحاب أو كيف يختار أو كيف يقيسهم هل هم صالحين أم هم سيئين هناك في طرق تساعد على البحث عنها حتى نفوز بالحصول عليها تعالوا نستمع لهذه الوصايا العشر حول اختيار الرفقة والصحبة جاء في حلية الأولياء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان يقول لعلي بن الحسن السليمي رحمه الله تعالى هذه الوصية الأولى انظر ماذا يقول إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك فإنما يفسد عليك قلبك مجالسة أهل الدنيا وأهل الحرص وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة الله الوصية الثانية يقول إياك وما يفسد عليك دينك فإنما يفسد عليك دينك مجالسة ذوي الألسن المكثرين للكلام الوصية الثالثة يقول إياك وما يفسد عليك معيشتك فإنما يفسد عليك معيشتك أهل الحرص وأهل الشهوات الرابعة إياك ومجالسة أهل الجفاء ولا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصحب الفاجر ولا تجالسه ولا تجالس من يجالسه ولا تآكله ولا تآكل من يآكله ولا تحب من يحبه ولا تفشي إليه سرك ولا تبسم في وجهه ولا توسع له في مجلسك فإن فعلت شيئا من ذلك فقد قطعت عرى الإسلام الوصية الخامسة إياك وأبواب السلطان وأبواب من يأتي أبوابهم وأبواب من يهوا هواهم فإن فتنهم مثل فتن الدجال فإن جاءك منهم أحد فانظر إليه بوجه مكفهر ولا تبال منهم شيئا فيرون أنهم على الحق فتكون من أعوانهم فإنهم لا يخالطون أحدا إلا دنسوه الوصية السادسة يقول كن مثل الأترجة طيبة الريح طيبة الطعم لا تنازع أهل الدنيا في دنياهم تكون محببا إلى الناس الوصية السابعة إياك والمعصية فتستحق صخط الله واعلم يا أخي أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل أحدا الجنة بالمعاصي فلنتق الله أيها الأحبة أيها الحبيب أيها المستمع اجتنب المعاصي وأهلها فإن أهل المعاصي استوجبوا من الله النقمة الوصية الثامنة يقول كن مبذولا بمالك ونفسك لإخوانك ولا تغشهم في السرور والعلانية الوصية التاسعة يقول أبغض الجهالة ومجالستهم والفجارة وصحبتهم فإنه لا ينجو من جاورهم إلا من عصم الله الوصية العاشرة والأخيرة يقول إذا كنت مع الناس فعليك بكثرة التبسم والبشاشة وإذا خلوت بنفسك فعليك بكثرة البكاء والهم والحزن فقد بلغنا والله أعلم أن أكثر ما يجد المؤمن يوم القيامة في كتابه من الحسنات الهم والحزن وإياك وخشوع النفاق وأن تظهر على وجهك خشوعا ليس في قلبك أسأله سبحانه جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعمل بهذه الوصايا القيمة كما أسأله سبحانه أن يرزقنا صحبة الأخيار والصالحين في الدنيا ويحشرنا معهم في الآخرة إنه سميع قريب مجيب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة